الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمسلمين نبينا محمدين وعلى آله وصحبه الأجمعين أما بعد فما زال الغرام في المقدمة التي ذكرها المؤلف رحمه الله في بيان ما يجب على المعلم تعليمه للصمية تقدمت معنا أمورهم ذكر أنه يجب على المعلمين أن يعلمها للصمية قال يجب عليه فورا ودعم لجميع السمية سواء منهم من سيتفرغ بعد لطلب العلم أو من سيذهب لحرفة أو صنعة أو عمل من الأعمال أي صبي يجب أن يتعلم هذه الأمور إما من والديه أو من المعلمين الذين يدفع إليهم أولياء أمور الأولاد أولادهم ليعلموهم دين الله تعالى فهنا يتحدث على القدر الواجب الذي يجب تعلمه للصبيان قال أولا يحفظه الفاتحة وبعد ذلك حزب سبح فإن صعب عليه فليحفظه على الأقل الربع الأخير من حزب سبح من والعاديات ضبحة بعد ذلك إذا حفظه هذا فليحفظ عقيدة الشيخ بن أبي زيد ونحوها من المختصرات في بيان عقيدة السلف إما عقيدة الشيخ بن أبي زيد أولا غيرها من المختصرات التي وضعها علماؤنا في بيان عقيدة السلف ثم بعد ذلك يبين له أقسام المياه أن الماء ثلاثة أقسام ماء يصلح للعادة والعبادة وماء يصلح للعادة دون العبادة وماء لا يصلح للعادة ولا للعبادة فإذا فرغ من ذلك فليعلمه أهم أحكام الطهارة وأن أولها الاستنجاء أو الاستجمار وليعلمه كيفية الاستنجاء وكيفية الاستجمار من البول والغائر ثم بعد ذلك يجب أن يعلمه إسباغ الوضوء أي إتمامه وإتقانه وكيفية الاغتسال وأن يذكر له فرائضهما وسننهما ونواقضهما على حسب ما هو مذكور في كتب الفقه بعد ذلك إذا علمه الوضوء أو الغسل يعلمه البدل منهما العواض عنهما إذا تعذر الماء أو لم يقدر الإنسان على استعماله وهو تيمم لأن الطهارة إما أن تكون مائية وحينئذ يجب إما الوضوء أو الغسل على حسب الحدث إن كان حدثا أصغر ففيه الوضوء وإن كان أكبر ففيه الغسل فإذا لم يستطع الإنسان استعمال الماء إما لعدم وجوده أو لعدم القدرة على استعماله فليتيمم إذن فيجب على المعلم أن يعلم الصبيان أحكام التيمم ثم بعد ذلك يجب أن يعلمهم أحكام الصلاة أن يبين لهم كيفية الصلاة وأن يعلمهم ذلك بصورة عملية بأن يدربهم عليها وأن يعلمهم كيف يؤدونها هذا من ناحية العملية وبعد ذلك ينبغي أن يحفظهم فرائضها وسننها وما يبطلها لأنه يترتب على معرفة هذه الأشياء بعض الأحكام فمثلا سجود السهو يترتب على ترك السنن المؤكدة ولا يترتب على ترك الفرائض فترك الفرائض لا يجبر بسجود السهو يجب على من ترك فرضا أن يستدريكاه لأن يلغي تلك الركعة وأن يأتي مكانها بركعة أخرى حسب التفصيل المذكور في كتب الفقه فإذا لا بد من تميز بين الفرائض والسنن والمندوبات لأن ذلك تترتب عليه أحكام فالفرائض لا تجبر بسجود السهو السنن المؤكدة تجبر بسجود السهو المندوبات لا يحتاج معها إلى سجود السهو إذن فالمقصود لا بد أن يميز بين هذه الأشياء ثم بعد ذلك ينبغي أن يعلمه ما يتعلق بإزالة النجاسة بطهارة الخبث طهارة الخبث أي طهارة النجاسة ما يتعلق بإزالة النجاسة أي تطهير الثوب من النجاسة وتطهير البدن من النجاسة والمكان الذي يصلي فيه من النجاسة ويبين له أن من صلى مع النجاسة مع الذكر والقدرة بطلت صلاته لا تصح صلاته وهكذا يعلمه شروط الصلاة وما يتعلق بها ثم بعد ذلك ذكرنا أنه يجب أن يعلمهم الأذان وكيفية وحكمة وكذلك الإقامة كما سيأتي إن شاء الله كل هذا سيأتي بعد بشيء من التفصيل لكن المقصود هنا أن يبين لك ما يجب على المعلم تعليمه للصبيان في الجملة ورقا نقول على المعلم ولا على الوالدين بمعنى على المعلم إذا دفعت ولدك ليعلمه إليه أو عليك إذا لم تدفع ولدك إليه ليعلمه فانت بين أمرين إن دفعت ولدك إليه ليعلمه فيجب أن يكون المعلم حريصا على تعليم هذه الأمور فإن لم يكن كذلك فيلزمك أنت أن تعلمه ذلك في البيت ويكون معلم الصبيان يصلي به هذه التي ذكرنا تعليمهم كيفية الصلاة بالعمل بالكيفية العملية قال رحمه الله ويتأكد على المعلم إعادة هذه الأمور على الصبيان وتكرارها حتى ترسخ في أذهانه هذه الأمور كلها ذكرناها من تحفيظ القرآن وتعليم العقيدة وأحكام الطهارة والمياه والصلاة وما يتعلق بذلك مما ذكرناه كله لا يمكن أن يرسخ في الأذهان إلا بالتكرار ولهذا المعلم هو واعي بهذا فلابد أن يكرر على الصبيان هذه الأمور أسابيع وشهورا بل ربما سنوات حتى ترسخ في أذهانهم لأن المفروض أنك تدفع ولدك إليه ليعلمه وهو صبي صغير السن فإذن إذا قارب البلوغ بإذن الله تعالى كان عالما بهذه الأمور الضرورية من لي قارب البلوغ أي يكون حافظا لشيء من القرآن ويكون عالما بالعقيدة حافظا لعقيدة السلف التي يجب اعتقادها مختصر في العقيدة كما ذكرناه وسيكون بالله عالما بأحكام الطهارة والمياه وإزالة النجاسة وكذلك أحكام الصلاة وما يتعلق بها ثم قال رحمه الله قال بعد ذلك ثم على معلم الصبيان أيضا أن يحضهم على الاستقامة وأنها تؤدي إلى السلامة يعني بعد تعليم هذه الأمور يجب أن يحضهم ويحضهم على الاستقامة على دين الله تبارك وتعالى وأن يبين لهم أن الفوز والنجاح والفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة إنما هو بالاستقامة قال وأنها تؤدي إلى السلامة أي إلى النجاة في الدنيا والآخرة وأن الاستقامة أصل المنجيات الاستقامة على دين الله تبارك وتعالى المذكورة في قوله سبحانه إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وفي الآية الأخرى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا والمذكورة في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جاءه الرجل يسأله عن سبيل النجاة قال قل آمنت بالله ثم استقم وهي التي أمر الله بها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في قوله فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت وفي قوله فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغو إذن فالمراد يبين له أن الاستقامة هي أصل المنجيات كما أن عدم الاستقامة أصل المهلكة ضد الاستقامة هو الفساد فيبين له أن عدم الاستقامة بمعنى أن مخالفة الشرع وأن الوقوع في المعاصي أصل المهلكة ولش كأن الناس جميعا يرومون المنجيات إلى سولة أي عاقل تقول له ماذا تريد؟ أتريد النجاة أم الهلاك؟ قل له أريد النجاة فقل له أصلها وطريقها هو الاستقامة وعدم الاستقامة يعني إذا لم تكن مستقيما إذا فردت في الاستقامة فذلك طريق الهلاك وأنت لا تريد الهلاك إذن فأصل المهلكات تركوا الاستقامة وأصل المنجيات الحرص على الاستقامة قال وأن من تمام الاستقامة أريد ذكر لي هنا بعض الأمور التي هي من تمام الاستقامة وغيري معنا إن شاء الله في هذا المختصر في آخره سيختمه بالكلام على الاستقامة وصورها والأعمال التي لابد منها في الاستقامة وأن من تمام الاستقامة بر الوالدين يعني من الأمور التي يجب على المعلم أن يرسخها في ذهن الصبيان يقول لهم الاستقامة هي أصل النجاة ومن تمام الاستقامة بر الوالدين فيحضهم على بر الوالدين على طاعة الوالدين على الاستماع للوالدين على العمل بوصايا ونصائح وتوجيهات الوالدين فيربط قلوب الصبيان الذين يعلمهم بوالديهم قال وأن من تمام الاستقامة بر الوالدين ثم يبين لهم المنجيات والمهلكات باختصار كما يأتي غجنا إن شاء الله في آخر الكتاب المنجيات والمهلكات المنجيات بعض الأعمال التي هي سبب للنجاة في الدنيا والآخرة منها أعمال الجوارح ومنها أعمال القلوب ومنها أقوال اللسان تعد من المنجيات بمعنى أنها أسباب للنجاة وكين أسباب أخرى هي أسباب للهلاك تسمى المهلكات بعضها أعمال قلبية أمراض القلوب وبعضها أعمال الجوارح المعاصي وما شاكلها هذه من المهلكات باختصار قال لك كما سيأتي بيان ذلك باختصار ما هي المنجيات وما هي المهلكات التي يجب تعليمها للصبي قال ويبين لهم أن الدواوين ثلاثة الأمور لخصهم يعرفوها وهذه لش كأنهم سيحفظونها في العقيدة من يقرأوا العقيدة المختصرة سيعلمون هذه الدواوين الثلاثة أن الدواوين ثلاثة دواوين جمع ديوان وهو الصحيفة الصحيفة التي تكتب فيها أعمال العباد أي بي لهم أن ذلك الصحف التي تكتب فيها أعمال العباد ثلاثة أقسام القسم الأول ديوان لا يغفره الله وهو الشرك به سبحانه وتعالى هذا اللول الثاني ديوان لا يترك الله منه شيئا وهو ما بينك وبين أخيك المسلم بمعنى أن هذا الديوان ما يكتب في هذا الديوان وهو ما بينك وبين أخيك المسلم من الحقوق هذا لا يدخل الله فيه هذا أمر بينك وبين العباد ولو تبت إلى الله ولو أقلعت عن الذانب وعزمت على عدم العود حققت شروط التوبة فإن رد المظالم إلى أهلها شرط من شروط التوبة في هذه الحالة فإذا هذه حقوق العباد بينك وبين العباد هذا القسم الثاني القسم الثالث وديوان لا يعبأ الله به إن شاء عذب وإن شاء غفر وهو ما بين العبد وربه تبارك وتعالى بمعنى لا يبالي الله به لا يعبأ به لا يبالي به لا يكترث له فإذا شاء تبارك وتعالى عفى عن العبد ابتداء وإذا شاء عذبه بقدر ذنوبه ثم بعد ذلك يخرجه من النار ونحن نتحدث هنا عن الموحدين عن المسلمين عن من مات على التوحيد فهذا فيما بينه وبين الله من ذنوب ما عدا الشرك الشرك تكلمنا عليه في الديوان لول لا يغفره الله ما عدا الشرك من الذنوب هذا راجع لمشيئة الله رب العالمين قال ربنا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فما دون الشرك تحت مشيئة الله عز وجل إن شاء غفر لصاحبه وعفى عنه ابتداء وإن شاء عذبه بقدر ذنوبه ثم يخرج من النار ويدخل الجنة بفضل الله وجوده وكرمه إذن فيبين له أن الدووينة لا تعالى عرف بشي ميز العبد بين المعاصي بين المخالفات الشرعية إلا كانت المعصية شركا بالله تعالى يقول له المعصية هذه لا يغفرها الله رب العالمين يكون ميز بينها وبين سائر المعاصي إلا كانت هذه المخالفة الشرعية بينه وبين العباد يقول هذا بيني وبين أخي المسلم لا دخل لله تعالى فيه ولهذا يحرص العبد ما أمكن على أن يرد المظالمة لأصحابها لأن هذا من شروط التوبة في هذه الحالة القسم الثالث إذا كان بينه وبين الله فهو يأمل ويرجو عفو الله ومغفرته لكن مع اتخاذ أسباب ذلك وهو التوبة النصوح أن يتوب لله عز وجل توبة نصوحا وبعد ذلك يرجو ويأمل أن يغفر الله له ويتجاوز عنه ولش كان العبد الله تعالى وعد أن العبد إذا تاب إلى الله توبة نصوحا غفر له فيما بينه وبينه من الذنوب والمعاصي إذن هذا القسم الثالث يغفره الله بالتوبة أما من لم يتوب فهو تحت مشيئة الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه كل ذلك راجع لحكمة هذه مشيئة محضة ليست مشيئة مجردة عن الحكمة لا هي مشيئة مرتبطة بالحكمة ومشيئة الله عموما دائما منك يقولوا مشيئة الله إرادته فإنها مرتبطة بالحكمة إن شاء فعل كذا وإن شاء لم يفعل ذلك منوط بحكمته تبارك وتعالى إذ لا يفعل الشيء عابة ولغير مصلحة ولا حكمة جل وعلا قال رحمه الله فإذا رسخ ما ذكرناه في عقل الصبي وعليم هذا بنتهى هذه الأمور الضرورية هي هذه اللي تكلمنا عليها إذن لخصوها قال لنا أولا يحفظه حزب سبح لعلى الأقل ربع القرآن أي ولد من أولادنا خاصنا نعلمه شيء ذكرنا وأنت إما نعلمه في الدار ولا ندفعه لمعلمين يعلموا هذه الأمور هذا واحد ثانيا نعلمه ما يتعلق بالصلاة الشروط ديالها من طهارة وغيرها طهارة حدأة وطهارة خبت وسائر شروط الصلاة وثم نعلمه كيف لأن شروط الصلاة خارج عن ذات الصلاة عن ما هي الصلاة الشروط التي يجب علينا تحقيقها لأداء الصلاة وعاد نعلمه كيفية الصلاة الداخل ديال الصلاة خارج الصلاة اللي هي شروط صلاة وداخل داخل صلاة وما اللي كنقوله شروط صلاة كي يجينا واحد شرط فيه تفاصيل وهو شرط الطهارة شرط طهارة فيه تفاصيل خاصة يعرف أحكام المياه ويعرف طهارة اللي هي تكون بالوضو والتي تكون بالغسل والتي تكون بالتيمم إذن المقصود أنه يعلم الصلاة وما يتعلق بها ما تتوقف عليه صحة الصلاة بعد ذلك بعدما يعلمه عقيدة السلف بشكل مختصر بعد ذلك يعلمه بعض مسائل السلوك والتربية لهي اللي قلنا المنجيات والمهلكات طيب بعد هذه الأمور انتهى من الضروري الذي لا بد من تعليمه للصبي فإذا رسخ ما ذكرناه في عقل الصبي وعلمه أي علم له المعلم لعلمه له والدي في الدار بشر المعلم بذلك والده وأرشده إلى إعمال الختمة وليشكر الله كثيرا على هذه النعمة إذن للمعلم هدش الصبي يبشر والده بذلك عيد على أباه لأن الأب يمكن أن يكون أميا مفبلوا والو ما عرفوا لدو فين وصلوا لاشنو حفاظه لاشنو فينادي عليه ويبشره بأن ولده قد تعلم هذه المسائل الضروري التي لا بد لي كل مسلمين من أن يتعلم وعاد بعد ذلك يسوله واشهد الولد بغي تفرغ طلب العلم ولا بغي تديه يخدم لا بغي تديه يخدم لا يسخرى الضروري يخده بغي تخليه يتفرغ هذا شيء آخر غير نتاقله للمرحلة أخرى وهي مرحلة طلب العلم الشرعي هذا الشيء آخر وعاد ما زال غير يتكلم عليه فهذا قدر ضروري ود منه أخا تكون بغي ولدك يخدم معك يعونك خاصة يتعلم هذا الشيء وده ديك ساعة يعونك وتعلم الحرف هادية لك فالشاهد ينادي عليه قال بشر المعلم بذلك والده هذه بشارة لأن ولده تعلم الضرورية من الدين الذي يجب عليه تعلمه وعاد ما زال جاي ضروريات أخرى من ضروريات الدين كي يتعلمها في أوانيها من لي يقول لي وعنده فلوس ويقربوا بالغني صعبوا لهذا خاصة يتعلم أحكام الزكاة من لي يقرب الصيام يتعلم أحكام الصيام من لي يبغي حج يتعلم أحكام الحج من لي يدخل في معاملات مع الناس بيع وشيراء وكذا خاصة يتعلم أحكام بيع الشيراء من لي يبغي تزوج خاصة يتعلم أحكام أحكام متعلقة بالنكاح ما يصح به النكاح وما لا يصح إلى آخره وهكذا كل ما باشر شيئا يجب عليه أن لا يقدم عليه حتى يسأل عن حكم الله فيه ما يقدم عليه ما يباشروا ما يدروا حتى يعرف حكم الله عز وجل في ذلك العمل هذه أمور تأتي بالتبع من بعد لكن هذا القدر الذي لا بد منه في البداية غيره في البداية في الصيبة إذن أرشده إلى إعمال الختمة وفي نسخة دفعه المعلم لأبيه ليعمل له الختمة ليعمل له الختمة حفلة كالحفلة يحتفي به كما يسمى عندنا اليوم بالحفلة بمعنى أنه يرشده إلى أن يعمل له احتفاء به يجمع فيه الأقارب والأصحاب ودى على قدر استطاعته يحتفي بولده أنه تعلم الضرورية من الدين بمعنى هذا الأمر كان جاريا في العرف كان الناس عرفا يعملون به كان جاريا في بعض المناطق عرفا أن الولد لأخدها الضروري من الدين واخدها الأمور ربما ممكن من بعد بغير يده يتعلم صنعه ولا يده يخدم معاه ولا يعونه فيحتفي به أنه اخدهد الضروري من الدين كان أمرا جاريا به العرف إذا انبشر المعلم بذلك وأرشده إلى أعمال الختمة هذا إن كان معمولا بها في العرف فيعملوا بها ولش كأن أحق وأعظم ما يحتفى به خاصة في زمننا هذا الذي وجد فيه الاحتفاء كي يندبى الاحتفاء بأتفه الأمور أتفه الأمور وأحقرها الناس يحتفون بأولادهم كي يحتفي بولده لأنه تعلم معصية تعلم شيئا يبارز الله تبارك وتعالى به يحارب الله ويحارب الدين به ويحتفي به ففي زمننا هذا يتأكد هذا لا أمر يسير إذا كان شرعيا متعلقا بالدين لا بأس أن تحتفي به ولو احتفاء يسيرا غير في الأسرة الصغيرة ولا بين الأقارب القريبين جدا ولو كان ذلك يسيرا تحتفي به لأنه حفظ حزبا مثلا أو حزبين أو ثلاثة أو أربعة تحتفي به في كل حزب لا يضر ذلك ما دم الأمر ميسرا ولا إسراف فيه لتشجيعه وتحفيزه على الاستزادة من ذلك هذا أمر مطلوب أمر مستحسن وقد كان معمولا به في العرف كما ذكرنا قال وليشكر الله كثيرا على هذه النعمة باش يشكر الوالد الله عز وجل على هذه النعمة شنو النعمة أن وحد القسط كبير من المسئولية اللي كانت على كاهله وكانت تثقله قد أدها هل شك يشكر الله لاش يشكر الله أدير مسئولية كانت واجبة لي كان خاصة يعلم ولده وها هو الده المعلم ومع مرور الشهور والسنوات المعلم علموها تشي فيشكر الله أنه أدى وحد المسئولية كبيرة في تعليم الولد لأنه شيء يسأل عنه بين يدي الله ولهذا يجب أن يشكر الله على هذه النعمة أنه أدى وحد الجزء من الواجب من المفروض عليه في تربية أولاده وتعليمهم فيشكر الله على هذه النعمة ثم شوش قال ثم إن ظهرت فيه نجابة في القراءة فليتركه ويقرأ وإن لم تكن فيه نجابة في القراءة فهو يتعلم أموره إلى آخره ثم بعد ذلك هذا الولد إن ظهرت فيه نجابة في القراءة كان فيه ذكاء فيه شيء من الذكاء ونجابة في القراءة أو في الطلب سريع الحفظ قوي الفهم يصلح أن يكون عالماً مشروع عالم قال فليترك هذا ليس أمر للوجوب يعني للنذب يرغب الوالد في ذلك يرغب الوالد يالو في هذا يقول له من بعد من اللي تعلم هذا الضروري لكن هل الولد فيه نجابة وذكاء ويصلح لحمل العلم الشرعي لأن العلم الشرعي ريحتاج إلى النجابة إلى الأذكية لا للعكس لا إلى البولد من الناس خلافاً لما يتوهمه كثير من الناس في زمننا هذا كثير من المسلمين في زمننا هذا يظنون أنه لا يترك لقراءة القرآن ولا يتفرغ لطلب العلم الشرعي إلا من كان بليداً ضعيفاً لحفظ قليل الفهم لا نجابة ظهرت فيه في دراسته النظامية هذا خلل عند بعض الناس هذا الولد الذي لم تظهر فيه نجابة في تحصيل العلم في الدراسة النظامية الأكاديمية هو الذي يدفع لطلب العلم لحفظ القرآن ولطلب العلم الشرعي ليكون عالماً هذا لا يكون بل بالعكس قديماً الولد ظهرت فيه نجابة هذا هو الذي كان يدفع لطلب العلم الشرعي وهو الذي يكون منه شيء كبير كثير في الغالب أما إذا لم يظهر منه ذلك في الصغر ففي الغالب قديماً كانوا يدفعون هذا لسائر الصنائع والحراف والمهن ليمتهنها ويتعلمها وليس معناه هذا ما كنقولش من لم تكن فيه نجابة في الصغر فلن تكون منه في حالك قد تكون قد تكون غزع ما هذا هو الأصل المعمول به عموماً وإلا رأى ممكن الولد أن تكون عنده بلادة في أول أمره في صغره في أول أمر كانت عنده بلادة وسوء حفظه صعوبة في التحصيل ولكن من بعد قد تصير عنده نجابة هذا فضل الله يؤتيه من يشاء ممكن في السنوات الأولى في الطلب يجده عسراً وصعوبة في الحفظ والفهم والضبط والإتقان وبعد سنتين ثلاث سنوات أربع سنوات هو يجاهد ويبدل قصارى جهدي والمعلم ديالي صابر عليه والدين صابر قد يصير من أذكى الأذكية من بعد وهذا حصل حتى لبعض العلماء لكن هذا من النادر هذا استثناءات هذا شيء قليل استثنائي لكن الأصل العام الذي كان تكلم عليه وهذا الذي ذكره مؤلف هنا والأصل العام أن الولد إذا كان فيه نجاب فهدو والذي ينبغي أن يدفع لتعليم العلم الشرعي وإذا لم تكن فيه إذا لم يكن الأمر كذلك فينبغي أن يمتهن ببعض المهن وأن يتعلم بعض الحرف التي ينفع بها نفسه وينفع بها الناس يعين بها الناس هذا من حيث الأصل لكن يمكن كما قلت أن يدفع وأن تصير له النجابة بعد لكن لو دفع لطلب العلم الشرعي ولم تكن فيه نجابة بعد تخذ الأسباب ولم تكن فيه نجابة فلا يصلح راه ليس كل أحد يصلح أن يكون عالماً ولا يصلح أن يكون حاملاً لكتاب لا ليس كل أحد صالحاً لذلك نعم نحن مرون باتخاذ الأسباب نتخذ الأسباب نبذل قصارى جهدنا مع الولد في تعلم هذا وفي دفعه إليه واتخاذ أسبابه لكن إذا لم تظهر منه نجابة في ذلك كان يجد صعوبة الرغبة كي نممكن الولد تكون عندنا صور في واقعنا هذا أعرف بعضها الولد عنده رغبة لكن لا يستطيع تحمله شيئاً فوق طاقة يجد صعوبة شديدة مع صبر صبر على ذلك سنتين ولا ثلاث سنة وهو يكابد ويعاني وجاهد وما يستطيع أن يحفظ جزءاً يسيراً هكذا هو هكذا عقله إذن بالتالي هذا ينبغي أن يدفع لما ينفع به نفسه وينفع به الأمة لكن أنا قصدي عموماً ليس هذا قصدي هو التنبيع لهذا الخلل الذي شاع بين المسلمين اللي هو ولدي الأصل فيه أنني دفعته ليتعلم تعليماً معيناً ما ليصير له منصب من المناصب في الدنيا بشي يقول لي موظف وظيفة كذا ولا رئيس شركة كذا ولا حاصل على وظيفة كذا وكذا من الوظائف التي دخلها كثير لأن الناس في الغالب لا ينظرون إلى إلى أهمية المركز الذي يشغله لينفع به الناس لا وإنما ينظرون إلى مقابل ذلك العمل إلى أجرة ذلك العمل فدائماً يطمحون في الأجرة الكبيرة الكثيرة فمخشي يكون عندنا أصل هو أن الولد ندفعه ليتعلم هذا العلم الذي يوصله إلى هذه المناصب ولا إلى هذه الأهداف المرجوة عندنا فإذا لم تظهر فيه نجابه دفعناه لذلك ولم يفلح وعلم منه أنه لا يصلح لذلك في بداية الطريق علم منه أنه لا يصلح فلن يستمر في ذلك الطريق لا يصلح لذلك الطريق حينئذ ندايا إثنى منه نقول نفرغه لحفظ نريد أن نهبه لحفظ كتاب الله تعالى العبارة غير مسلمة أنهبه لهبه وهو ذكي نجيب فطن صالح لأن يكون منه شيء يسلم لك الدعاء الهيبة أنك وهبته لله لكن هنا وجدت الأبواب موصدة لم تجد طريقا تشغل به ولدك ما لقيته في شيء عمر وقته فهي شيء يشغله أن تصحح أصل الفكرة اللي هي احتول دي ما ينجحش في هذا الباب ولا يكون منه شيء وتغلق علي جميع الأبواب وعاد أحوله بعد لا أصل الفكرة خاصة نعم عندما تصل لهذا المقام نشجعك نقول لك مزيان فلعل الله تعالى ينفع به ولو أن ينفع به مسلما أو مسلمين ولو أن ينفع الله به في تعليم الصبيان وهو باب عظيم خيركم من تعلم القرآن وعلمه لعل الله ينفع به غيحنا أصل الفكرة هي اللي كان نقش اللي هي ألا يكون هذا مبدأا عندك ألا يكون هذا أساسا عندك حتى ولدي ما ينجحش وعاد إن كنت تريد أن تهبه ليكون من لله ليكون من العلماء الدعاة ففعل ذلك في أوج عطائه ونجابته وذكائه افعل ذلك فيه واجعله ممن يخدو تكون عندك نية يقول هاد النجابة والذكاء اللي فد الولد سأسخرها لله تعالى أريده أن يكون من العلماء الربانيين الذين يدافعون عن هذا الدين العظيم الذين يذودون عن حياض هذا الدين الذين يدفعون الشبهات عن هذا الدين وما أكثرها في زماننا أزمنا هذا إذن يحتاجوا إلى نجابة أدكية فطناء ونبغي تهد ولدي الذي ألمسوا فيه النجابة من الصغر أن يكون من هؤلاء من حرص الحدود الذين يحمون الشريعة ويدافعون ويذوبون عنها هذا هو الأصل الذي يجبه أن يكون إذن هذا كان معمولا به في مسلا فشوف شك قال قال ثم إن ظهرت فيه نجابة المزعم المعلم هدروا يتكلمون عليه وظهرت فيه نجابة إذكاء وفطنة وأنه صالح لأن يكون منه شيء كتبان من الأول كيبان من النبوغ را كثير من العلماء كان يظهروا منه من النبوغ من الصبا من الصبا كيبان فيه من النبوغ فليتركه يقرأ يخليه عند ذلك المعلم لأن الغالب الناد المعلم ما كيعلمش غيهة شيء ما زال الطالب يحفظ عنده القرآن وكذلك قال فليتركه يقرأ يرغبه السلطان سيد محمد يرغبه في ذلك أن يتركه يقرأ وإن لم تكن فيه نجابة في القراءة لم تظهر منه رغبة ولا نجابة ولا ذكاء ولا فطنة وجد صعوبة غف حفظ ربع سبح ذلك الربع الأخير القصعوبة شديدة في حفظه فهدف الغالب غي ضيع وقتا طويلا ما لم يمنى الله عليه بقوة الحفظ والفهم إلى مجش فتح من الله تعالى غي يخذ وقت طويل ولا يكون منه في الغالب شيء قال فإن لم تظهر منه نجابة فها هو تعلم أمور دينه وبرئت ذمة والده من تباعة بقائه بجهله فعليه أن يحترف بالحرفة التي كان والده يكتسب بها من تجارة أو صنعة يد أو فلاحة لمعاشه وبالله التوفيق واذا أشغل؟ قال إلى ما كانش فيه نجابة فها هو على الأقل أخذاش ضرورية من الدين وبرئت ذمة والده من تباعة بقائه بجهله بمعنى أنه لا بقى على جهله راه الظمة دي الوالد دي الوالد دي الوالد لا تبرأ إلى الوالد ديالك أيها الوالد بقي جاهلا بالضروري من الدين ذمتك لا تبرأ تسأل عن ذلك بين يدي الله إذن متى تبرأ ذمتك من تباعة بقاء ولدك على جهلك إذا علمته ضروري من الدين إذن من بعدش قال قال فعليه أن يحترف لأن هذا هو الغالب الغالب فيما سبق أن الولد يحترف بحرفة أبي في الغالب إذا أبا عنده شيء حرفة راك يعلم ولده ديك الحرفة ولهذا قال فعليه أن يحترف بالحرفة التي كان والده يكتسب بها على جهة يخدم أبا وباقي يعلم الحرفة ديال من تجارة أو صنعة معينة أو نحوي ذلك من تجارة أو صنعة يد أو فلاحة لمعاشه وبالله توفيق إذن فتبين للمهد المقدمة أن المؤلف رحمه الله كي قل لنا ليس جميع الصبيان يصلحون لاستمرار في طلب العلم وليكونوا من أهل العلم هذا واحد ثانيا لا يطلب شرعا هذا ليس مطلوب شرعا لا يطلب شرعا أن يتفرغ جميع أولاد المسلمين لطالب العلم الشرع هذا غير مطلوب شرعا وغير حاصل واقعا هو ما مطلوب شرع احتف الواقع مع مرور الزمن غير واقع لم يوجد هذا في زمن من الأزمان أن الناس كلهم تركوا أولادهم يدرسون ويقرؤون عند المحفظين أو المعلمين للعلم الشرعي جميعا عنده عشرات الأولاد كلهم تركهم على ذلك وصار على هذا أهل الحي ولا أهل القبيل ومدينة كلهم ما كان يخصدش أسر مستثنات أسرة ولا أسرة لا لا جميع الناس هذا أمر ليس واقعا إذن من حيث الواقع غير واقع ومن حيث الشرع ليس ليس مطلوبا فغتنفر واحد طائفة من الناس فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون كيف؟ نحن لم تنسكنين في حي فيه عدد قليل من السكان 40 أو 50 من السكان إذن إلا فيه 40 أو 50 من السكان الأولاد سيكونوا 200 على الأقل أو 300 أو 400 من الأولاد المسلمين ذكورا وإناتا هذين 200 سنفرضوا غير 200 هذين 200 151 كلهم يمشوا يتعلموا الصنائع والحراف والفلاحة وينفعونه في الدنيا وغير 50 منهم ينفروا لتعلم دين هذين 50 من سيكونوا منهم غير 50 غير يبقوا منهم واحد لأشعة هم الذين سيكونوا منهم لأنه ليس كل من سار في طريق طلب العلم وفق لي ليتم الطريق وليكون ممن ينفع الله به ماشي كل شيء كاللي يوقف في ربع الطريق يلي في منتصف الطريق كله على حسب همته وتوفيق الله له فالمقصود هؤلما غير يمشوا 50 يبقوا إنه واحد لعشر عشر ينفعو ذاك الحي غير علموا الصبيان ديال الجيل يعلموا الناس الكبار ويفقهوا في دين الله تبارك هكذا كان الناس قديما إذا رمكين شي حد يقول في شي زمن أزماء واجب على الأمة وعلم سلمين كلهم يفرغوا أولادهم وشكولي يحقق للناس مصالحهم الدنيوية هذا لم يقل به أحد لم يقل به عاقل ولم يقع احتمع مرور الزمن لم يقع هذا الذي نتحدث عنه نحن الآن كنت كل مطائفة وكذا يكاد في زمن هذا يكاد أن يصير منعديما يكاد في وقتنا أن يصير منعديما ومع كونه يكاد أن يصير منعديما تجد من الناس اليوم من يقول لا لا ينبغي أن يفرغ فلان لماذا دير استثناءات رأى عن نحن مئات المتدينين كنعرفوهم يا ميتين في المدينة كنعرفوهم كاملين واحد لجوج من هاد ميتين واحد هذا من النخبة من الناس المتديين واحد لجوج أراد رغب أحب أن يفرغ واحدا من أولادي عنده سبعة ولا ستا واحد واحد من أولاده أراد أن يفرغ طالب العلم الشرعي تأتيه المقالات المزخرفة بالنصيحة وهي في باطنها وحقيقة أمرها كلام باطن مخالفون للشرع لكنه مزخرف بالنصيح فلا يظهر لهم ذاك الطبيب المسلم والمهندس المسلم ولم أعرف ما هو المسلم النجار إلا في ذلك الولد هذا الولد هو الذي ينقذ الأمة في الطب سيكون طبيب مسلم على عقيدة صحيحة ونمشي وعنده ندوي أولادنا وندوي روسنا القوم مسلم ولا سيكون مهندس مسلم ولا سيكون عالم وهذاك الواحد من مئات أولاد المسلمين إلا هم كلهم في بداية الأمر يرجو أولياء أمورهم يرجو آباءهم وأماتهم أن يكونوا كذلك في الأول وخلصوا عليهم في أغلى المدارس ودفعهم كلهم عندهم رجاء يكونوا من الأطباء المسلمين المهندسين المسلمين ومعرشن المسلمين هذا كلهم دفعوهم ولم يعترض أحد ولم يتكلم أحد وهذا الواحد في مئتين لاخدى ولد من سبعات الولاد وقال هذا أهبوا لله هذا كلنا هذا الناصحون في صورة الناصحين هو اللي يبليهم فيه هذا كله غير قد الأمة طيب ها هو هذا بغينا يكون طبي مسلم وانت بغيتي أولاد كلهم يكونوا أطباء مسلمات وفلانته وولاده كله وبناته والآخر وفين أطباء القلوب والدعاة إلى الله والذين يدافعون عن هذا الدين ويصدون الهجمات الشرسة على الدين وما أكثرها خاصة في زمانه لا إلا كلنا عندنا النية وغن منعوا الناس حتشح الديلار رغب جاتوا رغبة واحد حال استثنائية يجب أن يشجع عليها وسط هذا الواقع هذه حال استثنائية وسطها بالواقع ينبغي أن يشجع كان يمشيون منعوه ونصده ونحرصوا على ذلك ونجتهدوا ليلا ونهارا فيما يسمى في الظاهر نصحا وهو في الحقيقة نصحا بالباطل وللباطل وكي يبالينا فيك طيب أين هم إلى هذا الجيل هذا كامل دفعناه على حسب رأيكم ولادنا كلنا غن دفعوهم لهذا الباب باش يخرجوننا الأطباء المسلمين وما عرشنوا المسلمين باش القواعد كذا عوض دينا الأهل ديالي والأولادي عند واحد فاسئ القواعد صاحب عقيدة صحيحة وكذا مزيئ طيب من يصدوا هذه الهجمات على الدين العظيم على هذا الدين العظيم هذا الشبه التي صارت تصل الآن لوالدنا وأجدادنا العوام للأميين لأنه لا يخلو الآن أمي في بيت بويت إلا وعنده هاتف عنده هاتف كي يتواصل به مع ولده لحفيه لما عارشنو في بلد آخر رامرة كبيرة مكتف موال وعنده هاتف فيه الشبكة باش تواصل مع الناس مع أولادها وأولاد ولادها وعائلتها في مكان آخر كي يجي مقطع صوتي ولا مرئي كي يتلفق منه لنا هنا ويتلاوح منه تكي يوصل لعندها تكي يوصل عند ذيك المرأ اللي عمرها ما سمعت في شي شوباء ولا شي راجل كبير عمره ما سمع بشي شوباء ويسمع لذلك ذلك الباطل من كفر أو لابدعاء ولا غير ذلك من الانحرافات الخطيرة في زماننا وهكذا فسرنا نجد الضلال داخل بيوت المسلمين الناس ما أعمروا مخرجوا من ديورهم وظلوا عن هذا الدين العظيم إذن الزمن زمن مدافعة بشدة وبقوة للباطل لكثرته وانتشاره وشيوعه ودخوله لبيوت المسلمين ما بقاش ما بقاش الفتن والشبهات تستهدف خاصة الناس كانت قبل كتستهدف خاصة المثقفين اللي كيقرأوا الجرائد والمجلات ونحو ذلك ومن اللي كتستهدفهم هذه الشبهة بما يقرؤون مما لا يصفون قراء أي كيجيوا يقرأ هذا ومن اللي كانت كتستهدفهم الفتن دبوا اللي تستهدفوا عامة الناس طيب من من لهذا الدين العظيم من يدافع عنه تراكمت فيه المادية المادية والشهوات وكل شيء اللي بغي المناصب وبغي الفلوس وبغي أولاده يكونوا في المراتب العالية واحد حالة استثنائية هنا ولا هناك سمعناه نصده عن ذلك فينا هم اللي غي يحفظون لك القرآن من بعد في الأجيال القادمة ليأموك يفصلة بعدها يكونون حفظة القرآن ولا يحفظون سنة النبي عليه الصلاة ويحفظون هذه الشريعة ويدافعون ويدودون عنها فإذا هذا ما الغلط هذا ما الغلط إذ لا شيء حد وفق الله تعالى وفد الزمن راه لا يصحوا لهذا إلا موفق ولهذا هذه الحالات الاستثنائية رملكة تلقى راه تجد عنده حربا دروسا في بيته ومن أقاربه من أقاربه وأقارب الزوجة وربما حتى الزوجة لا تكون مقرة حربا دروسا بعد أن تغلب على أولئك وقرر أن يفرغ ولده لحفظ كتاب الله وعنده نية بغى ولده يكون مدافعا عن هذا الدين العظيم بعدها معاناة وحرب شديدة أنت يجب أن تشجع وتعينه على ذلك تصده كتجي معاه مولماء وراء كثير من الناس هم بهذا ورجع هم بهذا وربما اتخذ فيه خطوة ولخطوتين ورجع لم يجد إلا من يصده ويصرفه وعد خصوصا أن هؤلاء من لم يكونوا شعار في المآلات وحقائق الأمور كتكون عنده رغبة وعاطفة وحب لا يدرك كثيرا من الشبه فيأتيه أولئك المثبتون عند الفشل من اللي يولدوا يا الله بدأ العاملول ولم تظهر فيه ثمارة كبال لهم درها علامة على فشل اختياره على بطلان اختياره باش عرفنا بطلان ها هو بدأ مدرواله أول محقق شيئا ولا لم يصير لا كده ولا هو ضعيف كده لأن هؤلاء في الغالب يترصدون أخطاء هذا الولد هذا واحد من ميتين ولا 300-400 في العائلة يترصدون خطاء ولا يبالي أحد بأخطاء المئتين أدوك المئتين غارقين في الأخطاء والأغلاط والضعف والفشل وكل ما شئت والعجز والتقسير ولا يبالي بهم أحد لكن هاداش أخطاؤه يضرب لها الطبل فاكي يجيوا المثبتين فإذا لم يكن الإنسان على بينا وعي وعلم بما يريده قد يتراجع يتخذ خطوة وخطوة وعود يرجع للوران سأل الله التوفيق والسداد والله تعالى أعلى وأعلم الحمد لله رب العالمين لا تنسوا الاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد